كابتن الخطيب ما أن عادة بالأمس من رئاسة بعثة الآلي إلى المغرب حتى استأنى في صباح اليوم نشاطه في النادي بالمتابعة وتفقد كل المنشآت الرياضية وعايز أقول لأعضاء النادي الآلي بوش أصرب في خلال ست شهور على الأكثر أباش مهندس سيتم افتتاح جراش النادي الآلي في مدينة نصر وده يستوعب حوالي ألف عربية مع بعض هذا إنجاز لمدينة نصر هذا الإنجاز حيؤثر على المجتمع كله في مدينة نصر وعلى السيولة المرورية وعلى أنسية بينها ده جانب أوديل أقطات من تفقد الكابتن الخطيب لمنشآت الأهل اليوم مش بس حيتمتع بها عضاء الأهلي دي حتستوعب كل التكدس اللي خارج الأرض يخفف الضغط على المنطقة كلها وده معناها حقيقة الأهلي ينمي أي منطقة ما يشكل الأهلي من تنمية لأي مجتمع دي ترجمة حقيقية ده هذا الجهد الكبير من جانب مجلس إدارة النادي الآلي على كل الأصعدة كان محل تقدير واحد من الكتاب الصحفيين الكبار فكتب الكاتب الصحفي الأستاذ عصام السباعي رئيس تحرير آخر ساعة في زاوياته بوكس بالأخبار النهاردة اقتناص النادي الآلي بطولة دور العام الماضي انتصار لمجلس إدارة النادي الآلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويحسب لهم الفوز المتميز بفارق كبير بدور العام الحالي وينطبق نفس الشيء على تخطي مباراة الزهاب مع الوداد المغربي في طريقه لحصد البطولة الأفريقية بصراحة وبدون تعصب هو مجلس إدارة يستحق الدراسة في تخطيه العقبات وكل أنواع الحواجز تم بشيء يذكر مالأستاذ عصام السبعة لازم نبريك له على رئاسته لمجلة آخر ساعة واحدة كانتش هي أقدم مجلة في مصر وانتقلت ملكيتها من التبعي رحمة الله على الجميع إلى علي أمين ومصطفى أمين وهو يعني ده أنشأ آخر ساعة وده أنشأ الأخبار والآن الأستاذ عصام السبعي رئيس تحرير مجلس إدارة رئيس تحرير آخر ساعة رئيس تحرير آخر ساعة يستحق أكثر من هذا بإذن الله وهو قادر عن يقود هذه المجلة العريقة من نجاح إلى نجاح لكن يعني الكلمة اللي بيقولها هو أنت بنرجع تاني للأخذ بالأثبات السنة الفاتر صرت كسب الدوري ولكن لم يحقق الشكل المأمول للنادي الأهل يعني أنت شعور ما استخرجش شخصية الأهل شخصية الأهل لم تكتمل معاورة والرجل كان مستغرب جدا قلتوا تنتقدينه عليه ده أنا كسبت لكم الدوري أيوة الدوري ده حاجة في السكة لكن أخذ الأهل بالأسباب وجاب فيلر وكان برضو تجربة غمضة والناس مين فيلر وإذا بفايلر يقنع الجميع ننجح نجاح كبير ولكن فيلر ما رجعش بنفس الشغل خد أجازة ورجع فيلر اللي بيدور علي أنه يمشي بفورو أفضل قبل كورونا وبعد كورونا ما عندوش الدوافع اللي كانت موجودة عنده صحيح كان بيشتغل إنه مستمر ولدي مشروع صحيح لما رجع بيشتغل عايز يقضيها عشان يلحق يمشي آها ودي بنع الفرقة هاي هتأخذ مرة أخرى بالأسباب وبواقعية وتفاجئ الجميع باختيار هو الكل ناس تفقت عليه لكن ما تخطرش على بال حال يعني أنت ما تسأل أي واحد إعلامي بيقولك ما جادش على بال لكن لما قالوا موسيماني قالوا أيوة مناسب جدا طب يأتي موسيماني وإحنا نقول بس لا تكون مغامرة هي مغامرة محسوبة الراجل زي ما قلت لك الميسر الذي وجد النغمة الغائبة إذن يستطيع أنه يخلي فريقه قدي بشكل مقنع حتى الآن يارب يكمل على هذا النمط فالكلمة دي جاية في مكانها وبتدي لكل دي حق حقه والنهاردة لما تشوف منظر الكابتر الخطيب وبعض أعدام مجلسة إدارة أستاذ خالد درندالي أنا شايفه أستاذ محمد مرجان العميد محمد مرجان وسامح مهندس سامح علي كامل علي كامل أنت شايف أن الراجل بينزل من الطيارة عشان الآن برضو عنده تحدي آخر على مستوى الإنشاءات مهموم بالمعركة الإنشائية وبصالح الأعضاء وراحته ونت بتقول الجراش في مدينة ناصر من أقل من سبعين ثلاثة افتتاح لثلاثة مجمع البنوك في الشيخ زايد ربنا يعني يعني يقوي هذا المجلس لأنه بيشتغل بص عليك أنت بتنشئ مقر جديد كبير في التجمع وبتحدث مدينة ناصر وبتحدث الجزيرة وبتستكمل منشآت الشيخ زايد مفيش حاجة بك على حساب حاجة ماشي في الكرة ماشي في النشاط الرياضي ماشي في الإنشآت صحيح إذن أنت فعلا ماشي في كل التحديات وبشكل ربنا وفاقك فيه